الرئيس التونسي يرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي مصير مجهول بيواجه تونس بعد فشل المفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي الاقتراض واحد وتسعة من عشرة مليار دولار امريكي للخروج من ازمتها الاقتصادية ودل ان الرئيس قسعيد رفض شروط صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة طب ايه سبب رفضه المستمر لشروط صندوق الدولي؟ والشروط دي عبارة عن ايه؟ اللي تخلي رئيس جمهورية يرفضها رغم انه محتاجها وتعتبر طوق نجاح يطلعه ويطلع بلده من مصير مجهول تعالوا نعرف اصل الحكاية وهل الرئيس التونسي مع الحق في اسراره ورفضه لا اكتر من مرة لشروط صندوق النقد الدولي؟ وايه مصير الدولة لو وفقت وخدت القرد؟ بداية الحكاية ان تونس في الفترة الحالية عندهم ازمة اقتصادية جديدة لدرجة ان حتى السلع الغذائية الاساسية زي الرز والسكر والقهوة اختفت من رفوف المتاجر هناك حتى الادواء الطبية بقت غير متوفرة في الصيدليات طب ده السبب هو ايه؟ اللي تسبب في الحال ده هو ان احتياط النقد الاجنبي في تونس تراجع جدا والاحتياط الاجنبي ده يعني كل العملات الاجنبية المحتفظة بيها الدولة في بنكها المركزي من دولارات امريكي وسترليني ويورو وييني ياباني فانت متخيل يعني ايه دولة خزنتها تبقى فاضية من العملات الاجنبية؟ ببساطة كده يعني الدولة ما تعرفش تدفع اي فلوس لواردات ليها جاية من الخارج كمان ما تعرفش تسدد ديونها ما كل ده بيتم بالعملة الاجنبية اللي مش عندها اصلا ده حتى كمان استقرار العملة المحلية مرتبط باحتياط النقد الاجنبي فتونس انقفض فيها الاحتياط ده من 21 مليار دولار وصلت ل 6.78 مليار دولار وده حسب اخر تقرير اصدره البنك المركزي بتونس والمبلغ ده يا توب يغطي 91 يوم فقط واردات وده قلب كتير قوي من التقرير اللي قابله اللي كان المبلغ فيه مكفي 123 يوم واردات اظن كده فهمت؟ ايه الازمة اللي بتمر بيها تونس نرجع بقى لحكاية صندوق النقد الدولي ماهو لو الوضع في تونس صعب كده ليه رئيس تونس رافض القرض؟ اقولك يا سيدي صندوق النقد الاجنبي بيشترط علشان يسلفك الفلوس دي انك ترفع الدعم على المواد الاساسية اللي بيستهلكها الشعب يعني الدولة تلغي اشتركها في شراء المادة وبالتالي توصلك بسعرها الحقيقي من غير اي تخفيض زي البنزين والكهرباء واستهلاك المياه وهلوم مجره كمان صندوق النقد الدولي بيشترط على الدولة انها تقلل كتلة الاجور وده معناه ان المرتب يثبت وما يعلاش ويتقفل خانة الوظائف الشاغرة ويبقى التعيين متوقف على اخذ مكان اللي طلع معاش مع تشجيع فكرة المعاش المبكر مقابل مبلغ مالي ده كمان بيشترط صندوق النقد الدولي على الدولة انها تعمل اصلاحات عامة مقابل القرض زي طرح حصص من الشركات العامة والاصول الحكومية الممنوكة للدولة للبيع لمستثمرين اجانب ودي اكتر حاجة بتقلق في الموضوع لان ده مقابل سداد اقصاد القرض اللي لو للدولة عجزت عن سدادها المستثمر حيبقى مسيطر سيطرة كاملة على الاصل اللي تباع وده معناه ان اقتصادك في زمة الله حاجة كده تخليك تطلع جمال عبد الناصر من قبره يعلن خطاب التأميم وتعيده من اول وجديد دي ببساطة شديدة شروط صندوق النقد الدولي مقابل منح الكرود واللي شافها رئيس تونس انها عاملة زي شرارة النار جنب مواد شديدة الانفجار حسب تصريحاته طب ايه البداية اللي شايفها الرئيس قيس تخرجوا من الازمة الحالية رئيس تونس اقترح على المسئولة الايطالية في اخر اجتماع بينهم انها تلغي الديون الخارجة على تونس مقابل تحولها لمشاريع تنموية خصوصا ان دين الدولة دي سبب فساد العهود السابقة والحد النهاردة ما زال الموضوع في تونس تحت الدراسة لان رئيس تونس اختار السلم الاهلي انت كمان شاركنا برأيك بعد معرفت حكاية صندوق النقد الدولي هل انت مع رئيس تونس في قراره رفض القرد ولا ضده وايه السبب